مضاعفة للجهود التي تبذل في جميع مناطق الساحل الغربي للحد من انتشار فايروس كورونا اتخذت لجنة لقاية حزمة جديدة من الإجراءات والتدابير الاحترازية فأبناء المناطق الساحلية يكفيهم الوضع المتردي والمعاشي الذي خلفته الميليشيكات الحوثية جراء قصفها الهستيرية المتواصلة على الأحياء السكانية وتشريد مئات المواطني من منازلهم ولعل الجديد في الإجراءات الأخيرة وضع مركز عزل صحي في مديرية الخوخة يتكون من عدة عنابر بإمكانه استقبال عشرات الحالات إضافة إلى تجهيز الكمامات الطبية على أن يكون السبت القادم تجشين انتاجها في مدينة المخى وبدء عمليات الرش الضبابي التي تنفذها المقاومة الوطنية في معظم مناطق الساحل الغربي والسهل التامي وشملت الإجراءات الجديدة توفير ثلاثة أجهزة بي سي آر لفحص الفايروس مع جميع المحاليل وكذا استكمال تجهيز الطاقم الطبي لاستقبال الحالات وتوفير أدوات الوقاية والسلامة لجميع العاملين في اللجان الطبية والأمنية والإعلامية المرابطين في المنافذ البرية والبحرية ولم تقف الاحتراسات التي اتخذتها لجنة الوقاية في الساحل الغربي عند هذا الحد بل امتدت إلى إقلاق كافة المداخل والمنافذ المؤدية إلى الساحل الغربي وإخضاع القادمين إليها للإجراءات الوقائية وتكليف المراكز الإعلامية والتوجيه بالقيام بتنفيذ حملات توعوية مكثفة وتوزيع المنشورات والملصقات الخاصة بالوقاية من الفايروس وتأتي هذه الجهود المكثفة بعد الإعلان عن وجود إصابات لفايروس كورونا في عدن وصد مخاوف المواطنين من هذا المرض خصوصا أن الحكومة والمليشيجات الحوثية لم تتخذ أي إجراءات صارمة لمنع التجمعات والازدحام في الشوارع والأسواق التجارية وأسواق القات ما ينظر بكارثة إنسانية في حال تفشي الوباء